السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ اليوم في شرح درس النباتات اللاوعائية للصفة العاشر في روضة ومدرسة أكاديمية العزيزة النموذجية الصلط بإشراف المعلمة براء الديات النباتات الوعائية بداية نجب أن نتعرف ما هي النباتات الوعائية التعريف كما نبين أمامكم هي نباتات أرضية إذا النباتات تعيش على الأرض لا تحتوي على أوعية للنقل إحنا أخذنا أنه عندي أوعية ناقلة الخشب واللحاء تنقل الغذاء والماء والأملح من الجذر إلى الأوراق بالعكس لا هي لا تحتوي على أوعية ناقلة من الجذر إلى الأوراق وبالعكس ولا تحتوي على أنسجة كمان لنقل السوائل وهي نباتات غير مزيرة لا تحتوي على أزهار ولا تحتوي على بذور وتتكاثر عن طريق الأبواغ إذن ميزاتها إنها نباتات أرضية لا تحتوي على أوعية ولا أنسجة ناقلة ولا تحتوي على زهور أو بذور تكاثر عن طريق الابواغ هاي النباتات اللاوعائية الخصائص العامة لنباتات اللاوعائية اول خاصية لها انها تظهر في الغبات الظليلة الرطبة يعني بعيدة عن الشمس ورطبة على شكل سجاد اخضر سميك تنتشر على الارض اثنين هي صغيرة جدا تتروح من 1 الى 10 سنتيمتر ثلاثة تنمو على شكل كيف شكل نموها مجموعات بس مجموع متباعدة مجموعات متقاربة ثلاثة كما تستخدم خاصية الانتشار في نقل الماء والمواد الغذائية خمسة تستطيع العيش في بيئات قاسية شو البيئات القاسية ستة تحتوي على خلايا كبيرة الحجم هاي الخلايا تحتفظ في كمية عشرين ضعف وزن النبات من الماء طيب نرجع لنقطة الخمسة تفسيرها كيف تعيش في البيئات القاسية اعتماد على ايش انه تحتوي على خلايا كبيرة الحجم تستطيع تخزين عشرين ضعف وزن النبات من الماء عشان تقدر تعيش في البيئات القاسية تصنيف النباتات اللاوعائية النباتات اللاوعائية تصنف إلى ثلاث أصناف في الصنق الأول اسمه الحشائش الكبدية وهي الحشائش الكبدية هي نباتات صغيرة ترمو في الأماكن حكينا الرطبة مضللة بعيدة عن الشمس ومثل الفروع المتعفنة وشواطئ المجاري هاي ممكن تواجد تلاقي فيها الحشائش الكبدية النوع الثاني الحشائش القرنية والنوع الثالث الحزازيات الحزازيات هي نباتات صغيرة ملسا طولها من بين 1 إلى 10 سنتيمتر أو 14 إلى 4 بوصة يوجد أنواع أخرى أكبر من ذلك يعني فيه أنواع تكون الحجمة أكبر من الحجم اللي حكينا أين تعيش الحزازيات تنمو على شكل مجموعات متقاربة إذن شكل نموها على شكل مجموعات متقاربة أين تعيش في الأماكن الرطبة والضليلة ولا يوجد الحزازيات لا أزهر ولا بدور لأن ليش أنا تابع على نباتات اللاوعائية وتغطي أوراقها بخطوط محززة عشان يكسمناها حزازيات لأنها أوراقها تغطيها خطوط محززة طبعا هاي المواضيع كلها النباتات اللاوعائية طبعا نص المادة محذوفة من 90 إلى 92 ويحطيك العافية ترجمة نانسي قنقر